من أكتر المشكلات اللي بتسبب لنا الاعتياد على الإشباع الفوري هو زيادة الهشاشة النفسية إن الواحد بقى من جوه مصصامد ما عندوه السمود نفسي فلما بتستصعب حاجة على أولادنا بيحاولوا يعملوا إيه؟ يحاولوا يعملوها مرة واحدة ما نجحوش بيحسوا بالإحباط وعشان كده قلنا إن من أكتر الزواهر اللي حصلت في حياتنا المعاصرة مع زيادة الفردنية وزيادة المزاجية وزيادة التشكك زيادة الإحباط بقى الإحباط كتير عن الأولاد ولذلك ما بيجربوش هو بيعمل حاجة مرة وخلاص يقول لك أنا أحبط لأنه متربوا على النجاح والإشباع السريع ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بيقول لك يستجاب للمرء ما لم يعجل ويقول لنا العجلة من الشيطان والأنات من الله يبقى إذن لازم الواحد فينا يتعلم الصبر وعشان كده ده كان التحدي الأول التحدي التاني بقى اللي بيقابلنا وإحنا بنكرس في أولادنا القيم والأخلاق إن هم بيعيشوا حياة كمية بتبقى القيمة عندهم بتتحسب بكم اللايكات وكمل متابعين وكمل إعجاب اللي عند الناس وكمل أشياء اللي بيمتلكوها ويجي العرض المبرف فيه لحياة البعض على السوشيال ميديا الصور بقى اللي بيعملها وهو في غاية الانبساط وفي المكان المريح وفي المكان الفخ يخلي طول الوقت عندهم مقارنة بينهم وبين الآخرين إيش معنى فلان عنده كذا وإيش معنى فلان بيعيش الحياة الفلانية ضيف إلى ده حاجة تالتة اللي هي ثقافة الاستهلاك إن احنا بنعيش حياة بتقول إن معيار السعادة هو الرفاهة طب ومعيار الرفاهة الاستهلاك فكل ما كنت مستهلك كل ما كنت إيه كل ما كنت سعيد وعشان كده هو عايز يستهلك كتير وذلك هقول لكم حاجة أنا ملاحظة إن انتشار الشراء على الأونلاين جاي من هذا الإحساس بالنهم والاستهلاك ويمكن ده من أكتر الحاجات اللي ممكن للاحظها لو عمل تحليل هتلاقي أكتر الناس اللي بتشتري أونلاين هو هذا الجيل ليه؟ عشان هو عنده الاستهلاك هو معيار الرفاهة إنه معيار إنه في حالة رفاهة يبقى إيه اللي حاصل يبقى لو في حالة رفاهة يبقى هو سعيد نعمل بقى إزاي نعمل إيه في الورطة دي أنا عندي أولادي عايزين احتياجاتهم تلبى فوريا أعمل إيه لازم نربي أولادنا الأول على حاجتين مهمين نتكلم عن حاجتين مهمين دولة وكأنهم دولة المعنى الأساسي اللي نربي عليه أولادنا أول حاجة تشغيل النعم يعني النعم اللي عندك دي تشغلها وتستثمرها وفي نفس الوقت تدير احتياجك يعني تستثمر النعم وتدير الاحتياجات أنا بحذر الأمهات لما تخلي ابنها يدرك النعم لو سمحتم بلاش تعملوا هذا الأمر اللي أنا بشوفه نوع من أنواع التشويق التشويق النفسي للأولاد إن أنت لما تيجي تحسس ابنك بالنعم وعايزه يشغل النعم ويحس بالنعمة ما تقارنهوش بحد ما تقارنهوش بحد لأن أنت لما بتقارنه بحد هو في لحظة إما أنه هو يحس باستصغار النعم أو يحس بأنه هو كاره النعمة اللي مش قادرة توصله أنه هو يبقى زي غيره لأن أنت ساعة ما بتقوله شوف غيرك عايشي إزاي هو بيحس أن فكرة المقارنة في مسألة النعم دي هو ده هو الطريقة اللي ممكن نتعرف بيها على النعم فإذا كنت أنت بتقولي أبص لحد تاني ما عندوش النعمة اللي عندي طيب أنا ممكن أبص لحد تاني عنده نعمة أكتر من اللي عندي مش هي دي الطريقة الصحيحة فالطريقة دي بتحسسهم أن ربنا بيمين عليهم وبتحسسهم أن ربنا كمان بيديهم النعمة وانا آسف يعني وبيزلهم بيها بس هم في الحقيقة مش ربنا اللي بيزلهم بيها ده إحنا اللي فاهمين غلط ان احنا ازاي نحسس اولادنا بالنعمة الله سبحانه وتعالى يقول وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ما حسسناش بقلة النعمة بس حسسنا بوسع النعمة فاحنا ازاي نخلي اولادنا يحسوا بوسع النعمة عشان يشغلوها فالحل هو تشغيل النعمة لان النعمة واسعة فالامة مثلا عايزة تحسس ابنها بنعمة وجودها في حياته نعمة وجود انه هو ليه ام في حياته ما تقولوش انا نعمة عليك من ربنا وتقولو انت لكن تقولو ايه تحسسه بان هو نفسه دايما هو يحس بان النعمة موجودة فهي تقولو ايه على فكرة انا من اعظم نعم ربنا علي ان ربنا رزقني بيك وكل يوم بشكر ربنا على نعمة ان انت ابني وان هو ان ربنا رزقني بيك ربنا نزقني بيك انيس وربنا نزقني بيك فرحة قلبي وربنا يخليك ويخليك دايما بهذه الصفات اللي انا بحبها فايه اللي يحصل فالولد يحس ايه دا انا نعمة بالنسبة الامي وهي اللي بتقدمني كل دا دا اكيد هي نعمة واكيد هي ربنا متفضل علي بيها فيحس بالنعمة يعني اول حاجة يبقى اول قاعدة عايز حس اولادك ان هم في نعمة حسس انه هو نفسه نعمة ان ربنا انعمة عليه بيوجوده وانه هو فيه حاجات حلوة كتير وانه هو فيه نعم كتير ربنا سبحانه وتعالى بيعملوا بيها وخلاها في حياته لما بنعلم الولادنا يشغلوا النعم ويعرفوا نفسهم اكتر من خلال النعم وانهما يحسوا بالرضا وان النعم ملي حياتهم وملياهم ترجمة نانسي قنقر